اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ وكل وسائل التواصل معكم للحصول على ملاحظاتكم أرائكم اقتراحاتكم كل ما من شأني أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم اليوم معنا في الإخراج الزميلة العزيزة ميثة بن بيات وأيضا في التنسيق حمد المعيوف وهذه تحيات فريق الإعداد فريق اسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي أهلا ومرحبا بكم سولفيات طبعا معانا العزيزة دايما دكتورة ندى الملة صبح جل الله بالخير دكتورة صبحكم الله بالنور والسرور لازم أغير مكروفون محمود شكلا ما كان ناوي اليومي خليني في البرنامج لا والله أنا بالعكس بس أنا ما أدري هذا المكروفون كل حلقة لازم لازم أعطي تقاعد تقاعد طيب شكرا نسا دايما شكرا لك شكرا بعد عن نظيف ترى بي بعد شوية إذا بتشوفوننا هذا صبحكم الله بالنور والسرور يومكم جميل وصباحكم جميل وإن شاء الله يكون صباح وسبوع مليء بالإيجابية وتحقيق الأهداف أرقام التواصل معنا الدكتورة للاتصال على 600-551-414 وللرسالة النصية على 400-06 وسائل التواصل الاجتماعي تفضلي يا أسماء وصباحك الله بالخير صباحك الله بالخير يا أسماء هل حبيبتيش أخبارك؟ تمام رسالكنا اليوم للناجحين والمستقبل الناجح المستقبل الناجح هو لمن يرون الفرص وين تنتهزونها قبل أن يراها الجميل صحيح يا أسماء وفي حد مرة قال لي لما أنت تفكر الفكرة في حد ثاني تطبقها وفي حد ثالث يجن الأرباح منها فهذه تمشي مع هالرسالة يجن من تنتهزي الفرص عشان تنجح شو اليوم ترندنج في حدث التواصل الاجتماعي لحسابات الهيئة؟ حالياً فيه افتتاح معرض طب الأسرة طب العائلة وأيضاً كنا نتكلم عن بقناة التواصل الاجتماعي عن نيترشن فاكت أو البطاقة التغدوية لتكون على المنتجات واليوم عندنا السابلمنت أو الملحق الخاص بقلف نيوز باللغة الإنجليزية وهو ملحق خاص بهيئة الصحة بالتبال جميل نذكرهم بحسابات الهيئة يا أسمة؟ حساباتنا على تويتر وإنستجرام شناب تاس وفيسكوب ديكي أندرسكور على اليوتيوب لينقدون وفيسبوك جميل شكراً لك يا أسمة ونهارة سعيد نهارة سعيد إذن كل شكراً لزميلة يا أسمة الجناحي دكتورة شو رابط التأمين الصحي عشان الجماعة اللي يتكلمون عندنا ويقولون أنه ما يعرفون شو عن التأمين ولا في بعض الشكاة وكذا نحن طرحنا هذه المسألة للأهمية بمكان ليش يا جماعة الخير على أساس أنه السيستم هذا من جرد ما تقدم الشكوى من خلال السيستم تدخل تأخذ الرقم تأخذ إلى آلية عمل معينة وبيتم الرد عليك في ثلاثة أيام على حسب ما وفان الدكتور حيدر اليوسف صحيح ونذكركم برابط التأمين الصحي عشان تعرفوا البقات التأمينية ومشمونية بالتأمين www.isahd.ae والشكاوي في موقع اسمه iPromise من تكتب iPromise في الجوجل يطلع على طول موقع شكاوي شكاوي ملاحظات على شركات تأمين تدخلونا على طول على الموقع وباقي من الزمن يا جماعة تقريبا 26 يوم أو أقل الانتهاء المهلة هي 31 مارس فأسرعوا في تصحيح أوضاعكم عندنا العديد من المواضع يسألون شو موضوع اليوم عندنا وايد مواضع ما نخبركم فيها مع سير الحلقة مشكورين على آخر مرة تأمين طرح لستة اليديدة للتغطية في كل الإمارات الحين شكرا لك يا حمي حموديان حموديان صبحكم الله بالخير دكتورة شحالك؟ بخير الله يسلامكم شكرا صبحكم الله بالخير يومكم سعيد أحب أشكر تأمين سعادة وسرعة تفعيلها وتسهيل استخدامها في دقائق شكرا صحيح تأمين سعادة في ثلاث دقائق دكتورة صحيح البروستس يخلص صحيح محمود ثلاث دقائق تقريبا وممكن حتى بروحك السوي عموما كم ساعة تنامين دكتورة دايما؟ ستة لثمان ساعات ستة لثمان ساعات؟ بس ما شاء الله سمعي يقول تحذر الدراسة الأمريكية من أن النوم لأكثر من تسع ساعات في الليلة يزيد احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر وخرف الشيخوخة ونشرت نتائج الدراسة التي أجراها علماء أعصاب في جامعة بوستن الأمريكية في دورية علم الأعصاب حيث فحص الباحثون سجلات الطبية لأكثر من خمسة آلاف ومئتين شخص من الرجال والنساء الذين تتراوح عماره ما بين ثلاثين إلى ثلاثين وستين سنة وكان الهدف من هذه الدراسة في البداية هو تقييم عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات لاحظ الباحثون خلال الدراسة وجود ارتباط بين النوم لأكثر من تسع ساعات يوميا وبين الإصابة بالخرف والزهايمر فقاموا بمراقبة هؤلاء الأشخاص لمدة عشر سنوات لفهم العلاقة بين كثرة النوم والزهايمر وجد فريق البحث أن الأشخاص الذين ينامون بشكل منتظم أكثر من تسع ساعات يوميا هم أكثر أرض للإصابة بالزهايمر بمقدار الضعف مقارنة بأولاك الذين ينامون بمعدل طبيعي يتراوح بين سبع وثمان ساعات أنا أبغي أعرف هذا اللي ينام تسع ساعات لا في 12 ساعة بعد محمود ينامون كيف دكتورة؟ لا عجيب مار الله يرزقنا يعني؟ يعني تقول تحسنين عايشين بنعمة بس لا فعلا يا جماعة كثرة النوم مضرع نفس قلة النوم دائما نقول إن الواحد لازم يحافظ على معدل ساعات نوم تقريبا ثمان ساعات لازم الإنسان البالغ غير الأطفال طبعا أطفال لازم ينامون أكثر بس إنسان البالغ لازم يحصل على ثمان ساعات نوم ويا جماعة كل ساعة نوم بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل احسبوها كأنها نص يعني لو نمتوا من 12 لين 6 في الصبح حسبوها كأنها نمتوا ثلاث ساعات وليسا 6 ساعات تكون المدة أقل كيف 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 أنا ما فهمت يعني لو أنت نمت من الساعة 9 في الساعة لين الساعة 6 هذي تعتبر ثمان ساعات بس كل ناس ينامون متأخي نامون ساعة واحدة وثنتين وثلاث الفير وينشون مثلا ثمانة وتسع الصبح يقولك أنا نمت ست ساعات بس هذه لا تعتبر ست ساعات تعتبر ثلاث ساعات نوم فقط كل ساعتين نوم قبل منتصف الليل يسويها ساعة نوم بعد منتصف الليل يعني ما تحصل الكفارتك من النوم فاللينامون الفير وينشون 11 أو 12 تلاقيهم ينشون وبعدهم تعبانين أبيست على أي دراسة دكتورة؟ لا في دراسة مرة طلعت والله محمود تقول أن كل ساعتين نوم قبل منتصف الليل يسويها فقط ساعة نوم بعد منتصف الليل ليش يا جماعة؟ لأن هرمونات الجسم معظمها تفرز أكثر خلال النوم هرمون النمو هرمون الحليب والهرمونات الثانية الجسم يشتغل أفضل خلال الليل يعني فعشان شي ينامون متأخر أو ينامون أقل خلال الليل تلاقيهم أنه شون صبح بعدهم متعبين هذه دبلوماسية تقول أن أرقض يومين أربع ساعات فقط بحكم دوامي وانشغالي في البيت الرجال ينامون أكثر من النساء ما شاء الله صحيح بدون أي نشة لا صراحة فلن الريايد رقادهم ثقيل فهمنا عليك دكتورة عيال يعتبر أني أرقض ساعة بعد الساعة 12 لا أنت خربطة في العالم لا لا أو أنه بعد الساعة 12 نص ساعة لا ما قلت شي أنا وين هالتوقيت هذا؟ المريخ؟ بيبلكم الدراسة إن شاء الله بنعطيكم إياه نزيني بيها خلال نشوف نحن بالدراسات نمشي دراسة تكون موثقة علميا على هذا الأساس ولا تانتي ما قسموا العالم الساعة بـ 12 ساعة نزين نذكر بأرقام التواصل معنا الدكتورة؟ للاتصال على 600551414 والرسالة النصية على 4006 وموجودين حاليا لايب على أكاونت هيئة الصحة في دبي فقط نور دبي عند دخل الفني وإن شاء الله سنتداركه لاحقا إن شاء الله تعالى نحن بعد الفاصل من استقبل دكتورة آسيا الحمادي مدير مركز الطوار الصحي وهذا بمناسبة حصول مراكز الرعاية الصحية على لقب صديق الطفولة أنتوا مركزكم صديق الطفولة؟ بعدنا إن شاء الله دورنا ياي البرشة إن شاء الله تعرفون ليش بعدهم؟ بقولكم ليش؟ أنا بقول ليش؟ لأن الجماعة المقيمين نفسهم نحن المراكز كلها جاهزة طبعا خابتي تحراني بقول شي هذا لا المراكز تقريبا كلها جاهزة أن تكون لكن المقيمين نفسهم قالوا لنا يعني أهدوا نحن أعطيناكم ست مراكز في هذه السنة وهذا أصلا فوق اللود مالنا لين السنة الياية ممكن نعطيكم لأنه عندهم باجي مراكز وايد يابون يقيمون على مستوى الدولة عموما نحن فاصل وراجعي لكم إن شاء الله صحة وسعادة ورجعنا لكم لفاكملة باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة حصل كل من ند الشبه الصحي ومركز الطواري الصحي مؤخرا على الاعتماد الدولي من اليونسيف كمراكز صديقة للطفولة لتنضم بذلك إلى أربعة مراكز أخرى للرعاية الصحية حصلت على هذا الاعتماد طبعا هذا يضاف لإنجازات قطع الرعاية الصحية الأولية وإنجازات الهيئة بشكل عام للحديث عن هذا الإنجاز يصير أن يكون معنا اليوم في الستوديو الدكتورة آسيا الحمادي مديرة مركز الطواري الصحي صبحت الله بالخير دكتور آسيا نورتين مرة أخرى بالبرنامج طيب قبلنا نتدي معاتش دكتورة آسيا بس نذكر بأرقام التواصل معنا 600551414 للاتصال الرسائل النصية على 4006 أيضا متواجدين معاكم عبر حساب DHA underscore جوبي هذا حساب هيئة الصحة في الانستغرام لايف وتونا دخلنا على حساب نور جوبي بالنسبة للانستغرام بتحصلونا موجودين لايف شكرا بداية دكتورة آسيا شو يعني هالاعتماد شو قيمة الاعتماد هذا للإنجازات التي وصلت له هيئة الصحة في دبي بالنسبة لمركز الطوار أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لله الحمد والمنى حصل مركز الطوار بإضافة إلى باقي المراكز الخمسة على اعتماد البيبي فريندلي كعيادة صديقة للطفل هذا الاعتماد طبعا يتماشى مع رؤية واستراتيجية الهيئة في توجهاتنا في تقديم أفضل المعايير الدولية للجودة والتطوير المستمر للخدمات التي نقدمها للفرد والمجتمع جميل شو المعايير والشروط عشان يحصل أي مركز صحي أو أي شيء صحي على هالاعتماد طبعا في معايير خاصة اتبعتها اتباعها القطاع الخاص في هيئة الصحة هي خطة السبع نقاط ذكرت سابقا بس نذكر فيها أنه وضعنا سياسة للرضاعة الطبيعية وعممناها في كافة أرجاء المركز قمنا بتدريب جميع الموظفين على هذه السياسات وكيفية الأهمية الرضاعة وكيفية الرضاعة ثم تم المرحلة بعدها إعلام الأمهات عن أهمية الرضاعة وبالتالي إدراج أيضا العائلة مع الأمهات في تعريفهم بدور الرضاعة الطبيعية أيضا قمنا بتشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال أن تشجيع من خلال توفير الخدمات لهم بالنسبة للرضاعة توفير غرفة للرضاعة الاستشاريات المتواجدات دائما معهم للمساعدتهم خط المساعدة المنشورات اللي إحنا نوزحها الحملات اللي إحنا يارسين نسويها أيضا وفرنا جو فيها بهذه الأشياء كلها وفرنا جو للرضاعة الطبيعية ليساعد الأم المرضعة في النهاية كان الدور الأكبر يمكن في تفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال الحملات التوعية المكثفة اللي قمنا فيها جميل دكتور أسيا لو طبعا نعرف المستمعات أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل طبعا الرضاعة الطبيعية للأم والطفل أكثر شيء إنها ممكن تقرب الطفل لأمه أكثر بالنسبة لهم تمنعهم من الأمراض الأمراض المزمنة تقوي المناعة الطفل الذكاء الطفل العقل نمو العقل تحمي من السمنة من الأمراض من السكر بالنسبة لأمهات أهم شيء غير تقوي علاقتهم بطفلها تنزل وزنها تحميها من الأمراض والسرطانات الثدي الرحم المبايض تقيها من الأمراض مثل السكر هشاشة العظام يعني فوائد كثيرة أيضا على المجتمع لما يكون الطفل صحيح وسليم أمه طبعا ما راح يضغيب عن الدوام فبالتالي ما راح يأثر على سير العمل وبالتالي في الأخير يصب في الأخير مجتمع صحي سعي دوام أحيانا الدكتورة أنا بس سؤال أنت قلتي فوائد الرضاعة الطبيعية طيب اللي ما ترضع بشكل طبيعي شو المظار عليها؟ المظار مثل ما قلنا لكم الأمراض اللي هي راح تكون مستقبلا هي عرضة لها وبالتالي أيضا بعد الأمراض غير الأمراض العلاقة اللي بينها وبين طفلها راح تتأثر أكيد مش نفس الأم اللي ترضع طفلها صحيح أكيد من ضمن الجهود للحصول على هذا الاعتماد كان في حملات توعوية أكيد سوى للأمهات أو للموظفين فكم عاد الحملات توعوية؟ كم فيها أرقام للأمهات مثلا الحضرة؟ شو الاستفادة كانت؟ هل في ملاحظات من الأمهات بعد حضورها الحملات؟ طبعا في المرحلة الأولى قمنا بحملات توعوية مكثفة تقريبا أسبوعيا وأرقام كانت بداية قليلة بعدين تزايدت مع الحملات والإعلانات اللي نسويها ونخبر فيها الأمهات يحضرون قبلها نبلغهم قبلها بيوم عندنا حملات فالحمد لله هذا طبعا نعكس في الأخير على الإحصائيات يعني الإحصائيات إذا قارنناها من شهر واحد لحد الحين الحمد لله لنسبة للأطفال اللي يرضعون رضاعة طبيعية مطلقة زادت تقريبا لحد من أول السنة لهذه اليوم تشاهدة الأم العاملة للأسف ما تقدر تستمر عن رضاعة طبيعية للأسف الشديد شو الأصوات هذه؟ ممكن أنا أرد عليها؟ تفضلي قيادتنا شجعت هالشيء يعني المرسوم الأخير من الشيخ حمدان أن مدت فترة الأمومة والطفولة إلى ثلاث أشهر وإلى الرضاعة الطبيعية لمدة سنة فبالتالي أكثر من شيء تشجيع ساعتين يطلعون من الدوام قبلوا بعد بس خلال هالفترة بعد فيه إنجاز وهي تحضر بقلب قوي مثلا وهي نفسيا مستقرة ومأمنة أنها راح ترجع لطفلها صحيح وشوفي أنا وجهة نظري حتى وجودها ومهمتها في البيت يعني ما تقل عن مهمتها في العالم مكملة بعض طبعا صحيح طيب دكتورة يعني اللي يحاول قدر الإمكان أن يفي بالأغراض الخاصة بالطفل من ناحية الرضاعة الطبيعية ولكن مع ذلك هناك بعض المشكلات اللي قد تطرى شو أبرز الشغلات والأمراض اللي ممكن أتي الأم أو الطفل في هذه الفترة الإسهال، أمراض الجهاز الهضمي، المناعة، الربو، الإكزيمة، التهاب الأذن هاي أمراض مستمرة وبشكل دوري تتكرر بسبة الرضاعة الغير طبيعية طبعا صحيح وتكون مزمنة طبعا الربو والأكزيمة راح تستمر معه وتأثر على حياته مزمنة مزمنة وتكون بسبب هذه الفترة بسبب هذه الأشياء يعني هذه مسألة جدا مهمة مسألة الرضاعة الطبيعية طبعا يعني حتى الرجال اللي حريموا ما يرضعون رضاعة طبيعية نازم يشجعها 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 كيف؟ يعني يهيئ لها الجو يهيئ لها الجو يعني يعطيها تشوف محمود بالعادة في رضاعة طبيعية تصور فيها تشجعها تحتاج دعم معنوي يا جماعة المرأة في فترة رضاعة طبيعية رضاعة طبيعية أبدا مبسهلة تأخذ وقت من وقت الأمن هي أعلام في الظهر والكتف من أن تقعد ساعات تترضع فتحتاج دعم معنوي وما دماء عليه بس معنوي أهم دوام شفتات ما يستوي حاولنا لا يستوي تعالي عندنا عيادات للرضاعة طبيعية تعالوا قابلوا المختصين صحيح دكتور عاسيا صحيح تطونا مجازد؟ ما تطونا مجازد؟ ما تطونا مجازد؟ الساعتين تكفيها أعتقد زيادة عليها زيادة عليها نحن حاليا في الحملات هذه ندربهم ونثقفهم بكيفية أنها تشفط الحليب وتخليه داخل الثلاجة أو تخليه في الغرفة يعني هالأشياء كلها راح تساعدها بعد ونحن ما نقول إجازة محمود ليش عشان ما يستوي ارتباط إنما أنا باهتم بالطفلي وبرضع طبيعي معنا بتغيب عن دوامي لا هذا بيخل بصير العمل صحيح لازم يعني يستوي عامية تكيف ما بين العمل وما بين البيت زيين الله يعطيك العافية محمود الله يعطيكم العافية الله يوفكك دكتورة آسيا شكرا طبعا هي كاتبة حبيبتي مو بين اللي قال الأفضل علاج للإكزيمة دكتورة زيت لقمان والله زيت لقمان عجيب تعرفها محمود؟ أنا دوم أسمع أختي تقول زيت لقمان والله عجيب يعني هذا لو سونا عليه دراسة زيت فعلا عجيب هو زيت هندي قديم يعني بعد العطارين والله أنا حاليا أتشوف الأمهات وايد يستخدمون حتى في علاج الجروح جروح حروب حفاظ حتى يعني على جوانب الفم عجيب الزيت صار أنا ما أدري أختي كل شيء سوت لدعاية هذا ما أعرف ليش وما أصلا ما أعرف شكله حتى هو بس مش خلت ريحته شوي سيئا فلتي بعض الأطفال ما يحمونه علاج واحد وما في غيرة شرب حلول كل سبوع ولا بيك مرض ولا غيرة لا كثرة الحلول مو بزينة بعد المرأة العاملة بنظام الشفتات تهيئ الطفل على الرضاعة الصناعية بسرعة أكبر ممكن عشر ساعات برا على البيت شو تسوي مسكينة تشفت وتحطها في الثلاجة ممكن حلوة يعني ممكن يتخزن هذا الخليب صحيح يتم حتى لسنة في الثلاجة في الفريزر يتم لسنة وفي الغرفة يتم لي ثمان ساعات وايت زين الحين عادة ما نكمعذر بعد ترى أنا قاعد نقول محمود ممكن يسيط توازن ممكن ما نقول إحنا شيء سهل يا جماعة إحنا دائما ما نقول شيء بسيط وسهل وعادي لا يباله جهد إذا أنت حابة تسوينا يباله شوية ترتيب بس يستوي صحيح هذا سويت دعاية حق الزيت مالتش أحينا كلهم قاموا يتكلمون عنه طيب تشفط حريب وتخزنه بالثلاجة صحيح صحيح آه أوك وصلت المعلومة أظن أني أحينا ما نكمعذر عاد ما حد يقول لي ساعتين ما رضاعة طبيعية ما عندنا ونبي توعية أكثر الرضاعة فيها ماكن العمل تصدق ليش ما تتوجهون للدوار الحكومية في حملات خبرونا عن هذه الحملات خبرونا يعني مثلا الأسبوع وين عندكم حاليا والله الأسبوع ما عندنا بس في خطة أننا راح نطلع في حملات خارجية زين ونحن نغطيكم هذه الحملات إحنا حاليا نغطي العيادتنا بس في قسم عندنا قسم تنمية المجتمع عندنا هو يغطي هذه المواضيع ممتاز ليش ما تخبرين عن هذه الحملات دكتور أنت كريوميانا في البرنامج فالكم طيب إن شاء الله يبلكم جدول كل الحملات ونقولها على الهواء ولا يهمك زين دكتور قبل أن نختم معك اللقاء خبريني إذا في عندك كلمة أخيرة وينتوا وشحينها ونقولكم ألف مبروك مرة ثانية بعد كذلك على حصولكم على هذا الاعتماد ونحن تعودنا يعني المراكز الصحية الأولية ما شاء الله عليهم يعني خلال السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرات من إنجازنا من اعتمادي لآخر الحمد لله بارك الله فيكم يعطيكم العافية الله يعافيكم إحنا الحمد لله بحصولنا على الاعتماد هذا يعتبر تحدي ونجاح يمكن التحدي الأكبر لياينا كيف نستمر في هذا النجاح مركز الطوار وممكن مع باقي المراكز حطينا خطة اللي هي تدريب الأمهات تدريب مكثف من قبل الطاقم الطبي للأمهات بحيث نأهلهم منكم يدربون أمهات أخريات يشاركونهم تجاربهم يساعدونهم في حل مشكلاتهم وهذه الأمهات راح يدربون أمهات غيرهم وغيرهم بالتالي راح في الأخير راح يكون كل المجتمع مجتمع طبعا صحي سعيد وآمن إحنا راح نكون معاهم أكيد وراح نخليهم إحنا الطاقم الطبي مع الأمهات المدربات دائما متواصلين بخط المساعدة معنا جروب واتساب عندنا اجتماعات دورية إن شاء الله راح تكون هذه الخطة المستقبلية إن شاء الله أيضا استشاريات الرضاع الموجودات عندنا في العيادة للطوار تقريبا أربع أيام في الأسبوع وإحنا موجودين دائما في الخدنة إن شاء الله الله يوفقكم دكتورة وما قصرته وإن شاء الله من نجاح للآخر ومثل ما ذكرتي الوصول إلى القمة قد يكون يعني محفوف شوية بالصعاب ولكن الحفاظ على الحفاظ نعم على القمة أن الواحد يتم في القمة هذه شوية صعبة هذا التحدي لقادم إن شاء الله عموما الله يوفقكم إن شاء الله نرجع يعني نذكر الأمهات إن ممكن من خلال هذه العيادات إن تحتفظ بالحليب الطبيعي هذا لمدة سنة داخل الفريزر صحيح وترضع فيه الولد أكيد وايد زيد لا تتشكك صحيح صحيح معمود لا لا صحيح على دراسات إن شاء الله يعني أحسن من شي ما أفيا أنا أحسن أنه خلاص يعني مسألة أنه واحد يقول والله ما برضى طبيعي لا هذه مسألة أخرى طيب هذا الحليب هذا ممكن يساوه منه جبن ما يستوي عوما فاصل ورسا شكرا لك دكتورة آسيا شكرا لكم جزيزي دكتورة آسيا هي مديرة مركز الطوار الصحي صح صحيح دكتورة آسيا الحمادي فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة طبعا أرقام التواصل معنا 600551414 أو على طريق الرسالة النصية على 4006 ومتواصلين معاكم عبر حساباتنا DHA underscore Dubai على الإنستجرام وأيضا حساب نور دبي على الإنستجرام في الموضوع الخاص اللي كنت أتكلم فيه قبل الفاصل كنت أتكلم عن مسألة الرضاعة الطبيعية ما أدري ليش طلع لي هذا المسج عموما شكرا لدكتورة حين تعرفين cancel أو back أحاول أدق ما أبراضي المهم أنا أشتغل في الشرطة ليش ما تسوون حملات في مراكز الشرطة للشرطيات وجزاكم الله خيرا فعلكم طيب نأخذ الاقتراح لقسم التنمية المجتمع توقع عندنا في الهيئة مخصوص هما مختصين بالحملات التوعوية وفعلكم طيب إن شاء الله نشملكم أيضا في حد كان يعلق على هذا المسج نحن ترى هذا اللي يقصده في الشرطة نعم الحليب يحتوي على الماء أصلاً وإذا الحليب صناعي تراكم تخلطونا الماء لا إحنا نقول الأطفال على الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية يعني ما ينعطون الماء بس على الرضاعة الصناعية نعطون شوية ماء لازم ممتاز ما ننتقل حين موضوع آخر موضوع وايد مهم أول ما يأتي دخلت للستوديو دكتورة قلت لي فينا حساسية بديت أحسس معي ما دلت تحسسين من للستوديو تحسسين مني تحسسين من البرنامج من المستمعين من الجمهور ما أدري لكن في عيادة أمراض الحساسية والمناع من السشفة دبي من العيادات الفعالة اللي تلعب دور متميز في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى على اختلاف نتكلم عن هذه العيادة وهدافها ومهامها مع ضيفنا في الستوديو اللي شرفنا اليوم دكتور حسين الحتاوي استشاري ورئيس قسم أمراض الحساسية والمناع من السشفة دبي صباحك الله بالخير دكتور صباحك الله بالنور إن شاء الله دكتور يليد في البداية قبل أن ندخل في تفاصيل الأمراض اللي منتشرة عندنا في إمارة دبي نحن نبغي نتكلم عن عيادة الحساسية وما تقدمها من خدمات للمرضى عيادة الحساسية هي أول شيء يوم بديت أنا العيادة بدت سنة 2010 نعم كعيادة مناعة أول شيء قمت أشوف حالات الحساسية وياها لين ما حصلت يعني حجرة ثانية قمت فتحنا عيادة الحساسية بس من قبل يعني من 2010 تقدر تقول كنت أشوف كل شيء يعني حالات المناعة والحساسية جميل زين فأول ما بدت كان شوية يمكن ما كانوا سامعين عنها فكان اللوت يمكن خفيف ما وايدين يون بس عقب شوي شوي قام يون واللي يتعالج يخبر الناس اللي عارفونه ويتم فحاليا يعني هي ما شاء الله يعني مزدحة فلي بقت هنا نزين والشيء الثاني شو قلت الخدمات الخدمات نزين أول شيء شرط ما قلت أنت خدمات تشخيصية فالتشخيص للي عرف أنه عنده حساسية يقينا أو يبقى يتأكد ولا شاك ممكن يكون عنده حساسية من شيء أو شيات فبعضهم ميون مثلا كتحويلات حتى من من تخصصات ثانية على أساسا يبقى يتأكدون هل عنده حساسية وفي الحساسية يمكن أن يكون واحدة أشياء هل من من عامل في البيئة هل هو من أكل هل هو من دواء هذه يعني خدمات تشخيصية فبالنسبة للتشخيص في طرق مختلفة له منها وهو الأهم طبعا الهيستري يعني تاريخ المرضي المريض يعطي عقبها فيه فحوصات دم وفيه فحوصات جلد وإذا يعني طلب الموضوع أن نسوي شي مثل تحدي يعني يعني نبقى نتأكد هل فعلا هذا عنده حساسية ونعرضه حق العامل المحسس ونشوف شو بيكون طيب أنا نبغي أسأل أحينا شو أكثر أنواع الحساسية المنتشرة عندنا في الإمارات يعني في بعض المناطق الجغرافية في العالم معروفة أن في عندهم حساسية من شيء معين أو هذا المنتشرة نحن عندنا في الإمارات شو أكثر شيء زين فالإمارات يعتمد طبعا هو على الفئة العمرية الصغارية الصغار فئة الأطفال بيكون أكثر شيء عندهم بيكون ربو وعندهم أكزيمة فالكبار شوية يتغير الأكزيمة تقل والربو يقل لا زالهم موجودين بس أكثرهم ييهم صحيح أنه ألرجيك رينايتس هاي الشيء الكبير يعني في فئة ثانية بتكون أقل شوية في شيء أشياء يعني مع الإكزيمة والربو وفي شيء يسمونها ارتكارية اللي هي مثل لدغاة البعوض تطلع وتختفي خلال ساعات مع حجة جديدة لها أسباب مختلفة طبعا شو أهم أعراض الحساسية دكتور كيف ممكن واحد يحكم يقول أنا فعلا عندي حساسية من هذا شيء ولا ما عندي زين أول شيء شو هو المرض يعني هو شو الجهاز المنضرر فخلنا نقول أنه أكبر يعني عضو في الجسم كسطح الجلد ف واحد من أهم الأشياء اللي الواحد تخليه شك أنه عنده حساسية ولا لا هي الحكة فممكن بعض الناس تكون بس عندهم حجة يعني بدون عراف ثانية بس مبشرط تكون من الحساسية تكون نسبة الحساسية أقل بس أشياء ثانية أكثر طبعا في أمراض داخلية في عوامل مهيجة في أشياء الواحد ممكن يستخدمها طيب فيه سوار يقول شو معنى الحساسية علميا دكتور زين أوكي الحساسية هي عبارة عن عدم تحمل الجسم أو جسم الإنسان أو الشخص يعني الجسم غريب على جسمه يعني الحساسية كمعنى حساسية كلاسيكي المفروض أنه الواحد يتحسس حك شي وهو في العادة ما يتعرض له يعني مبنابت في جسمه وله بروتين داخلي إذا كان بروتين داخلي أو ناتج وجسمه يسمى مرض مناعي ذاتي صحيح جميل بس اثنينتهم تقريبا يمشون بنفس النظريات كيف تتحول على عيادة الحساسية زين ففيك يعني كم من طريقة من أهمها التحويلات طبعا من المراكز الصحية من المراكز الصحية أكثر يعني طبعا الواحد يوم تي حدش أو تي شي تعتبر أول شي أنه ممكن تكون أعراض بسيطة فيصير والله يعطون علاج مثلا شي حق الحجة وهذا عقب الشكون أنها ممكن تكون عند حساسية عقب يتم التحويل التحويلات الثانية ممكن من مثلا من مراكز يعني من عيادات تخصصية مثل جهاز الهضمي مثلا أو حتى الجلدية وبعض الأحيان حتى من الحوادث مثلا تعرفون ما دي سامعين أنه صدمة التحسس هذا اليوم هذا ما نتكلم عنها دكتور بالتفصيل بس أنا أخذ أبو عبد الله على الهاتف معنا يبغي عنده مداخلة عن الحساسية أبو عبد الله صبحك الله بالخير وتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته عليكم السلام الله تفضل أبو عبد الله أكثر جيل جيل حين جديد شو أسبابه أسبابه ما شارب حليب أمة أكثر أكثر حساسية أكثر وماذا شو كحة وهذا أكثر جيل حاليا جيل لو لي لا الشم كرم الله كرم الله مستمعين أغبار وكل شيء الشام حفر ريحة السمير ريحة جيل حاليا ما يشم هذا ريحة ريحة أغبار ريحة حساس ريحة هذا صحيح هذا جديد جديد هذا فس ما يشرب حليب أمة صحيح هذا حليب أمة شو حماية كل شي حماية حماية طوية حماية حماية كل شي لكن جيل أبدا ما يشرب حليب أمة أبدا أحط له غرشة وحدة ما الماء عبدالله الطفل ما لا علاقة هاي الأم الله يهدي صادق عموما تكلمنا عن هذا الموضوع إزاك الله خير بعبدالله على هذه المداخلة الجميلة وأيضا مستمعين دكتور أنت تتكلم عن شغلة أنا برجع أتكلم عنها لكن إذا تسمح لي آخذ هذه مجموعة الرسائل من قبل المستمعين دكتور في الجو الباردة تعرض للحكة الشديدة بين الأصابع والجسم مع خروج حبوب حمرة أو علامات حمرة هل هذه حساسية وشو أسبابه وعلاجها نزيل أول شي هل هي بس على إيدك ولا أماكن ثانية ممكن تكون حساسية بس في الأغلب ممكن تكون جفاف بين الأصابع والجسم كامل بين الأصابع والجسم كامل أممكن يكون تحسس نزيل فيحتاج أن يشاف يشوف الدكتور طيب في يعطيكم العافية الدكتور بنتي تطلع لها حبوب عالجوه على جانب واحد من وجهها أعطاه للطبيب نوع دوا لما تستعمله يختفي ولما توقف يرجع مع العلم شافت أكثر من طبيب وفقط يعطوها دوا شو لازم تعمل فحوصات حتى تنهيها يعتمد شو نوع الحبوب هذي كم عمر الطفلة ليش على صوب وحمل وي بس الدوا هذا شو هل هو عبارة عن مضاد هل هو كريم هل هو حبوب يعني يبقى مراجعة فإذا في شك أن هذا ممكن يكون مثلا حساسية ممكن نسوي لها في حوصات ونتأكد سلام عليكم هل أخذ الأدوية أدويتها حساسية على المدى البعيد مضر؟ زين بشكل عام من بمضر بس في حالات خاصة احتمال يكون مضر بس معروف أن الانت هستامين بشكل عام على مدى بعيد يعني أدوية آمنة للاستعمال لها آثار جانبية منها النعاس منها زيادة الشهية فبعضهم لاحظون أنهم شوي وزنهم يزيد وبعض الناس ممكن يزيد عليهم الضغط إلا عنده قابلية لزيادة الضغط وبعض الناس اللي مثلا كبار في السن واحد يحاسب شوي أن شيء يسمونه الهستامينز اللي اكتشفوه في الخمسينات والستينات تشغل جهاز السنبثاوي بشكل أعلى شوية فيصبب لهم جفاف وزيادة نمرات القلب طيب دكتور هل استعمال دوال حساسية هذه ذكرنا الجيوب هل لها علاقة بالحساسية زين الجيوب ممكن يكون لها علاقة بالحساسية الجيوب ممكن تكون أول شيء ما لها خص الحساسية تكون بروحها أو تكون مرتبطة الحساسية المشكلة اللي شوف الجيوب أنه يبالها وقت عشان تتكون فإذا كانت الحساسية مزمنة ويعني جاهلت وجاهلوها ممكن تأدي لتكون جيوب بس إذا تكونت الجيوب وتمكنت حتى لو عالجت الحساسية جنوب الجيوب تستمر فيه علاقة بينهم بس العلاقة شوي معقدة وش فيك شمرت لنا حر وهو صادق شكرا دكتور لحظة وين راح التاليقات دكتور أحيانا تصير لي حكة في اللسان عند تناول بعض الفواكه مثل التين الفراولة والكيوي أنا البرتقال صح أوكي هاي شيء يسمونه أورل أغلب الظن أنه متحسس من طلع نبات معين فخليه يراجع حساسياته والحساسية هاي على فكرة ما بخطر إلا لو واحد كثر منها وايد بس من الأفضل أنه يراجع عشان يسوي فحوصات طيب يعني بشكل عام الحبوب لها علاقة بالحساسية دكتور خارجية بشكل عام لا الحبوب المستديمة التي تترك أثر أو غير درماتايتس ولا فولكلايتس ولا أشياء ثانية يعني لا بشكل عام لا طيب دكتور إذا أكلت الأكل ما يقعد في ما عدت حتى خمس دقائق وسويت فحوصات وتحاليل ويقولون ما في شيء وقعد أشوف نفسي يقل وزني هذا حقك أنت ولا حقك لا نترجع الأكل ولا أسباب فيما قال دكتور يعطيكم العافية على هذا البرنامج بس عندي تعليق التصوير غير ثابت ليش لأننا أحيانا نحن عندنا أكثر من جهاز وأحيانا أضطر أني أنا أبغي أشوف التعليقات لأن الخط صغير فأحاول أقرب الجهاز عندي لكن أهم شيء أن تسمع الصوت الصوت أهم من الصورة المعلومة أهم من الصورة طيب دكتور نحن قبل قبل المكالمة أبدال أنت كنت تتحدث عن شغلة في طوارنسي تسمع الصدمة التحسسية الصدمة التحسسية شو حالي زين هذه عبارة عن أن الواحد تكون عنده حساسية شديدة جدا لدرجة أنه ممكن كل الجسم يتفاعل خلال ثواني من جراء يعني تناول كمية صغيرة أو تعرض الكمية الصغيرة من العامل المحسس اللي هو ممكن يكون دواء أو ممكن يكون حتى أكل فشو يستوي الواحد مجرد أن أنا أتكلم عن حالاته شديدة شديدة جدا مجرد أن الواحد يحط الأكل في حلجة يحس أنه فيه تنمل ويحس كأنياسي تنفخ المكان وأكثر الأسماء من الناس أنه بعدهم ما يعرفون شو يستوى ينشون يتشوفون عمرهم في المستشفى صحيح هذا حالات شديدة جدا يعني بس الحالات الثانية شو يستوي يأكلونها يبدأ عندهم مغص حيث ممكن يكون ترجيع عقب يبدأ عندهم حجة وصكها في الصدر أو كحها فهذا عقبها يدوخون يحسون أنه ما يقدرون يركزون ويفقدون الوعي فهذا يعني هذا الأبطأ جميل التصوير حلو فنان التصوير قالولي تسلم شكرا الصحة هل يوجد مؤشر زمني بوقت تقديم طلب الدخول للفحص الأولي ثم الطبيب العام ثم إلى العلاج ثم الصيدلية على النقل هناك 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 كي بي آي لزمن الانتظار للحصول على الخدمة كي بي آي زمن الانتظار في الصيدليات موجود هناك مؤشر زمني شو يعني كي بي آي يعني مؤشر خدمة مؤشر الخدمة هذا مثل دي أم تعرفين شو دي أم دبي مول دبي مول دبي مول أو دي أمي أو أشياء وايدة عموما دكتور في شغلة أنا أتذكر قريتها وسبحانا يمكن وايدين ما يعرفونها إن في حساسية من الحشرات بمعنى في حساسية من النمل في حساسية من صورصور بعوث بعوث كذا وهذا حساسية خطرة بعد تخبرنا عن هذه زين حساسية الحشرات الحشرات ما قلت من أخطرها يعني من اللطغ عندك السمسوم وعندك مثلا بعوث وبوايد النحل والدبي الدبور فهي ممكن تكون حساسيات قاتلة وفعلا يعني استوى حالات فعلا في ناس يعني تضرروا بشكل شي تحته وفقده يعني أدى إلى الوفاة في حساسية ثانية مثل البعوض البعوض يي من اللدغ بس يعني الحمد لله لنحينا ما شفت ولا سمعت عن حالة وفاة من البعوض مع أن شو يستوي تسمع من الأهل من كثر ما تلدغ الياهل من البعوض عينة تتنفخ أو تتم كمين فئدة هذا بس بعد كمين سنة يخف فحساسية البعوض مبثقية لها الكثر من الأشياء الثانية مثل السمسومة والدبي تتم فترة أطول والصرصور والصرصور نزيل الصرصور هاي ترى حساسية شائعة الريحة مات يقولون في ريحة له صحيح ما يشمها اللي عنده حساسية منها كلامك صحيح لكلام صح ترى أتخذي حساسية عند الجميع من الصرصور لا لا الصرصور فعلا في بعض الأماكن مثلا خلنا نقول أن المجاري عنده ما تمشي بسرعة أو عنده موالية أو شيء فكمية تصرصية تكون ويد عالية فيها فالريحة من كثر ما الجو يكون متشبع بريحتهم يتم يتسرب كهوة من داخل المخسل أو من داخل الحمام تكرمون يوم واحد يستخدمه مباشر أن يكون في البيت نفس تشوفونا بعينكم هذا فيه فوبيا من الحشرات حدي فوبيا غير فوبيا غير وحساسية غير بس فعلا مرة عليها حالات شديدة جدا منها الأرتكارية ومنها الأكزيمة ومنها الأزمة كل من الصور صور ترى زين يقول دكتور أنا مرة بقيت فترة في الشمس وصار لي أحمرار على الأنف والخد من فوق وكان مؤلم لمدة ثلاثة أيام هذا احترق جلده احترق ما يتماشى مع حساسية أحمد علي يقولها لأخوي محمود مستحضرات التجميل والكريمات هل لها علاقة بالحساسية ممكن ممكن عند بعض الناس نعم بالشكل العام ما تسبب حساسية كثر ما يتسبب شاهيوش في اليلد فطبعا إذا استوى التفاعل وواحد يوقفه وممكن يجرب يجرب المستحضر على إيده مثلا من داخل يعني فوق إيده وين المفصل يعطي كمية لمدة يومين ثلاثة أيام ويشوف إذا استوى التفاعل هناك يعني هم متحسس يتركه جمال السلام عليكم دكتور هل فعلا يوجد علاج للصدمة التحسسية نعم يوجد يعتمد على النوع الحساسية ونوع الصدمة فإذا خلنا نقول إذا كانت إذا كانت تحسس خلنا نقول من السمسوم أو من الدبي فيه إبر تعطى على مدى ممكن ثلاث سنين ويفضل على خمس سنين تزيل الحساسية بشكل كامل إذا كان من الأكل طبعا يفضل التجنب وطبعا نعطي إرشادات معينة حق المريض أنه يشل دوم وفيه قرام يسمونه أبيبين أو يشل أو أدرنالين أو أبنفرين شيء يسمونه فهذا ينقذ الحياة بس مفعول قصير طبعا وطبعا حالات التحسس من الأكل يفضل شرط ما قلتك التجنب وفيه علاجات يعني خلنا نقول مم متبعة بكل المدارس الطبية عشان هي خطرة أن يعطون الشخص نفس الأكل ومتحسس منه على كميات ضئيلة جدا بداية ويتمون يزيدونها عقب يتم يأكل الأكل هذا يوميا بس ممكن يجلب عنده عراء ثانية عقب فهي لا يفضل أن يساوونه زي الدكتور بس أألك سؤال الناس اللي يون عندنا الإيادات يطلبون فحص حساسة الأكل وليه يكون فحص في خمسين واندي ستين نوع أكل لما تطلع عندكش الفحص يقول لك الدكتور مثلا عندي حساسية من البيض بس أنا أكل بيض من الزمان وما عندي مشكلة فشو تعلقك هذا الفحص يشتغل بطريقة ثانية يشتغل على أجسام مضاد من فصيلة جي فإي جي جي الإي جي إي هو للعلاقة بالحساسية وهذا الفحص هذا يعني يتشيك عليه الفوت انتولرنس تست هذا يتشيك يشوف هل جهاز المناعة متعرف متعرف على هذا البروتين من الأكل ولا لا بس ما يقول لك أنها في حساسية ولا لا عشان بعض الأحيان بعض البروتينات تدش جسمنا وجسمنا لازم يتنظف بطريقة فطريقة الوحيدة اللي تنظفين الجسم من البروتينات أن الجسم يطلع أجسام مضاد عشان ينظفها بعض الأحيان دقته يعني كدقة ممكن 10% من الحالات يساعدهم هالفحص 90% من الحالات ما بيساعدهم هالفحص عشان شي مهم أن الدكتور أو شي قيم الحال عدل عقب يطلبها صحيح أنا آخر سؤال باختة قبل نختم الحلقة يقول بعض نواع المضادات الحيوات سبب الحساسية كيف نتجنبها ما تقتل المضاد صعب هل صحيح أن نتبع رجيم على نوع فصيلة الدم سامعت ذي بس ما في شي في الطب يعني متبع بها شي أنا خفت لأن شكل الحمرار مثل الفراشة اللي تكون في ذئب الحمراء هل في احتمال يكون هال الحمرار يخص هالمرض لأنه اللي معي ممكن فلازم تراجع الطبيب اللي هي تكلمت عن الحمرار ثلاثة أيام الشمس نزيل هل يوجد موضوع الصدفية موضوع كبير دكتور هذا ما لا علاقة بالحساسية بس يحتاج يحتاج حلقة روحة في الشهر مرتين يسوي حمرار في العين يستوي حمرار في العين بشكل كبير هل هذه حساسية ولا لأنه متكرر شوية الهيستوري غريب شو معنا مرتين في الشهر فهل هذا التهاب كبير مرار في العين مرتين في الشهر قال أي يعني مرتين في السبوعين فالهيستوري يباله أكثر تاريخ المرض نزيل شو اسم الدكتور دكتور حسين الحتاوي استشاري ورئيس قسم أمراض الحساسية والمناعة بمستشفى الدبي ونحن تسامحونا وصلنا لختام حلقتنا اليوم أنا ما أملك إلا أني مرتين بالشهر أو ثلاث مرات بعد كاتبا ثلاث مرات خلت راجع نشوف بس غالبا يكون التهاب ما بحساسية احتمال هل في حجة ولا مد المد يعني التهاب الحجة يعني حساسية عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم طولة بالها علينا ميثة اليوم وايد شكرا لك ميثة بنبيات مخرجتنا وكل الشكر لك دكتورة ندا الملة على مرافقة تشلي في هذه الحلقة والحلقات السابقة والحلقات القادمة إن شاء الله دكتور حسين مشكور وايد على وقتك والله يوفقكم إن شاء الله ونشوفكم يعني نشوف مركز كامل مركز كامل خاص بالحساسية شكرا لك دكتورة على المعلومات التي أعطيتنا إياها شكرا لكم متابعينا في الحسابات الإنستجرام اللي كانوا معانا لايف وكل الشكر للمستمعين اللي تابعونا واللي تفاعلوا معانا وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع حلقة جديدة تقبلوا تحياتي ومحدثكم محمود يوسف العلي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة